تاريخ العمل البلدي في مملكة البحرين في أوليو عام 1919 ما يعرف بالبلدية وتعتبر بلدية المنامة من أوائل البلديات التي أنشئت في العالم العربي وبدأت البلديات أعمالها بترقيم البيوت والمحالة التجارية من ثم أصبحت مسؤولة عن بعض الأعمال الإنشائية لتتوسع بعدها دائرة مسؤولياتها وفي عام 1920 بدأ تكوين المجلس البلدي وقد تعاقب على رئاسة المجلس البلدي عدد من الرؤساء والأعضاء المنتخبين من الأهالي والمعينين من قبل الحكومة التي رأت الأخذ بمبدأ الانتخابات في تشكيل المجلس والذي كان للمرأة نصيب أيضا في الإدلاء بصوتها وفي ديسمبر عام 1962 تفضل صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه بافتتاح مبنى البلدية والذي بقى إلى يومنا هذا شاهدا على مسيرة العمل البلدي في مملكة البحرين وبصدور قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية حددت مهام واختصاصات عضو المجلس البلدي لتتركز في إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ذات الطابع المحلي وتقديم الخدمات الرئيسية مثل اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والعمل على حماية البيئة من التلوث واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجها مشرقا للمملكة ومنذ إجراء أول انتخابات بلدية بالمنطقة في عام 1924 ومسيرته الممتدة لتسعة وتسعين عاما والمجالس البلدية تطلع بدور أساسيا في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للفرد والمجتمع كما تشكل حلقة وصل بين المواطن والمقيم والأجهزة التنفيذية في مملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في صالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر